السلام عليكم الابنات الغزالات السلام عليكم اخوتي اخواتي اهلا وسهلا بكم في القناة ديلي سكيمة نتمنى انكم تكونوا بألف سحاء وعافية يا رب انتم وحبابكم ووليداتكم اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفة زوينة بزاف بزاف قتلح للوليدات كيف قلت لكم في الفيديو السابق فانا غادي نخصصها العيد للوليدات ديالنا باش نفرحوهم فغادي نحضروا لهم كوكيز على شكل سابلي وعلى شكل نجيمات وهنايا كنذكركم بالوصفة السابقة اللي هي جنواز رولي كجيزوينة بزاف بورود ديالشوكولاتة كجيزوينة بزاف وراقية ولديدة اذا بسم الله نبدو على بركتي الله بنسبة المكونات اللي غادي نحتاجو الكوكيز ديالنا او كوكيز على شكل نجيمات غادي نحتاجو الجوج ديالبيضات في حرارة المطبخ غادي نحتاجو الملعقة صغيرة ديال فانيلا غادي نحتاجو جوش ساشيات ديال خميرة كيميائية غادي نحتاجو الميت جرام ديال شوكولاتة او حبوب حبيبات شوكولاتة ممكن تقطعي شكلات قطع صغيرة غادي نحتاجو المية وخمسين جرام ديال سكر غادي نحتاجو المية سين جرام ديال زبدة وغادي نحتاجو لدقيق حسب الخالط فانا تقريبا زلافة ونصف الزاتية ديال دقيق تبقى دقيق حسب الرغبة وحسب القياس بنسبة لحبيبات شوكولاتة فكل ما زدتي اكثر كل ما احسن انا كانت عندي 100 جرام فاستخدم ديال 100 جرام كون كان اكثر فاحسن كيف قلت لكم عندي ملعقة ديال فانيلا وكيف قلت لكم الدقيق كيف قلت حسب القوام ديال القوام ديال خالط انا تزلافة ونصف فكيف قلت لكم هذا العيد هذا البنات سنتخصصه لوليدتنا لانا كيف عارفين هذا عيد الاضحية فمشي بدرورا نديرو حليوات لانا كلهم غي حناية نصوبوا الوليدات ونفرحوهم انا دابة في البادية يعني ما كيجاعدنا التى واحد وما كنمشو عن التى واحد فنحضر دك شي اللي غي فرح وليداتي خصوصا انني انا كيف كتعرفو دير ريجيم فمن الاحسن نحضر لهم دك شي اللي غي ياكلوا وغي يعجبوهم هنا البناج 20 كرم الزبدة نضيفها 150 كرم السكر ونخلطها مزيان بيتها ونضيف بقية المكونات نضيف الفانيلا نضيف الخميرة نضيف البيض من بعد البنات نضيف الخميرة عندي جوسة 6 كرم خميرة كيميائية ونضيف الدقيق كيف قلت لكم عندي حتى نص كيلو يعني حسب الخليط وحسب القوام دياله فالبنات هاد الكيميائة انا دوبلتها فنضيف بيضة واحدة ونضيف 100 كرم زبدة ونضيف نصف ديال هاد الكيميائة ونضيف المقادر ونضيف نصف المقادر فنضيف نصف الكيميائة هنا يا البنات بعد ما جمعت العجين ديالي ضفت له الحبيبادة شوكولاتة سنرش سطح العمل ونضيف جزء من العجين ونحاول انني نسرحه ونقطعه ممكن تديره كوائرات كيف كنت نديره سابقا فنحطى لكم ديره سابقا كوائرات ممكن تحطيك كوائرات بحل غريبة ممكن تديره بودة او تديره حربول ودخل المجمد حتيش تدراسه من بعد تقطعيه كيجيب حد الزنقه ممكن تقطعيه كيف درس انا تقطعيه بنجيمات فكيجي المنظر تديره بزمين بزعف سنستمر نقطع نجيمات كاملين من بعد ما رشد سطح العمل بشوية دين دقيق فكيتقلع بسرعة او كيتقلع بواحد سهولة وكنزوله وكنديره فوق بلاتو مغطيه بورق الطبخ وكنزوله 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 كامله والعجين المتبقي نجمعه وكنزوله 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 يكون مشعوله لدرجة 180 من فوق ومن تحت ولي عندها فران دي القاز الدرجة الحرارة تكون ناقصة مزيين مزيين ودخلو الفران وما تفتحش عليه تقريبا عشرة دقائق عاد من بعد تحل تطلع لي ودبقى مقابله حتى يتحمر بالنسبة للفران دي الضور اكم عارف انت يكون فيه الضوف احنا كنشوفوه واشو تتحمره او ما زال ما تحمروش الى كان فران دي القاز فاتنه حسر دقائق ومن بعد حلالي لانه هو تيتنفخ وكيجير طيطب البناز فانتمنى ان الوصفة تعجبكم لانها فعلا وصفة جيدة بزاف احنا كنحضره ومتى يأكلوا ما خلو لي والو احنا كنحضره من بعد البناز سوف اخرج من الفران فانا سوف احضره بشوكولاتة سوف نضغه بشوكولاتة في حمام مريم كيف قلت لكم اذا كنار نضغم بشوكولاتة اقبل حليب وحسب شكلها لا نضغطها لزيت ونضغطها في حمام مريم ونضغطها في القنار غير كيبدا يغليل الماء ونضغطها تستمر في الدوبة او تكمل الدوبة وكيف كتشوفوا هذا ورقاوم دياله كجيزوينة بزاف بزاف بحل شوكولات اللي كيستخدموا المقبزات الكبرى نجيب نجيمات ديالي ونضغطها نضغطها في شوكولات ونضغطهم ينشفوا أنا من بعد سوف ندخلهم كلها بشدوا راسهم لاننا لدينا شوية الكوزينة سخونة فسوف نضغطهم في المجمد ونضغطهم لكم ونضغطهم في سحن التقديم هنا سوف نستمر نكمل الكيمياء اللي عندي ونطلقوه ان شاء الله هنا البنات كانت تبقى لي واحد جزء من العجين ونضغطه على شكل الكوهرات سوف نقول لكم اني نضغطه على شكل الكوهرات ممكن نضغطه بشكل غريبه ونضغطه هنا البنات يبقى لي شوية شوكولات فما يكفانيش في هاد الحبات فضرت فيها خطوط جزوين منظر ديالها ممكن نضغطها بشوكولاتة بيضاء أو شوكولاتة سوداء او شوكولاتة بالحليب كيف درس اعنا فكيجي المضغط ديالها زوين والمنظر ديالها راقي وممكن تحطوا مغيه هكا تقدمون لوليداتكم مغيه هكا كيجوا زوينين بزعف فالوصفة فعلا تستحق تجربة نتمنى انكم تجربوهم وانا لوردكم واللي عندها مازال بزعف جل الشوكولات يعني عندها حبيبة شوكولات كيمية كبيرة فتزين من الفوق قبل ما تطيب الكوكيز فتزينوا من الفوق والحبيبة ديالشوكولات فغديجي وبينين اكتر وغديجي لديد اكتر نتمنى ان الوصف تعجبكم وتنال لريدكم واجربوها لريداتكم وانتمنى واجربوها في العيد وانتمنى لكم عيد مبارك سعيد ادخل عليكم بالصحة والعافية وطول العمر وانتمنى ان القناة ديالي تكون كتفيدكم ولو بالقليل قليل جدا وانتمنى لأول مرة اشترك في القناة او ادخل القناة ادفع الجرس وما تنسوني شمال لايك والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد واسفة جديدة وفكرة جديدة دمتم في رعاية الله واحبكم في الله اشترك في القناة 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 اشترك في القناة